نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأرضى وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا محمد البشير النذير والصراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس أما بعد إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وموعدنا في هذا الدرس مع الآية الثامنة من سورة طاها قول ربنا جل جلاله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هذه الآية الكريمة قد اجتملت على قضيتين عظيمتين القضية الأولى الحديث عن وحدانية الله جل جلاله الله لا إله إلا هو والثانية الحديث عن أسمائه سبحانه له الأسماء الحسنى ولما كانت قضية القرآن الأولى هي تعريف الخلق بربهم جل جلاله لا غروى أن يخصص درس كامل للحديث عن هذه الآية الكريمة أما القضية الأولى وهي وحدانية ربنا جل جلاله فقد تكررت في القرآن مرارا كما في قوله سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وفي سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وفي آخر آية من السورة نفسها فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وفي سورة يونس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وفي سورة هود فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وفي سورة الرعد كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وفي سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وفي هذه السورة المباركة في سورة طاها ربنا جل جلاله يخاطب كليمه موسى عليه السلام قائلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وفي سورة نفسها إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وفي سورة الأنبياء يبين ربنا جل جلاله أن قضية الوحدانية من أجلها أرسل الله الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وفي خواتيم سورة المؤمنون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وفي سورة النمل على لسان الهدهد الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وفي سورة القصص وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وفي آخر السورة في آخر آية خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراد بذلك كل من عقل الخطاب ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وهكذا تتكرر هذه القضية في كتاب الله الكريم حتى في الأجزاء الأخيرة من القرآن الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الله جل جلاله سمى نفسه الواحد في كتابه الكريم ولذلك نقرأ على لسان يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ونقرأ في سورة إبراهيم عليه السلام وبرزوا لله الواحد القهار ونقرأ قل في سورة صاد قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار يتكرر هذا الإسم الله جل جلاله كذلك سمى نفسه أحدا في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص قل هو الله أحد وكما قال المفسرون أحد أبلغ في النفي من واحد فإذا قلت ليس في الدار واحد لربما كان فيها اثنان لكن لو قلت ليس في الدار أحد فهذا فيه نفي مطلق الله جل جلاله يقرر وحداديته بالأدلة العقلية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الله جل جلاله واحد في ذاته واحد في أسمائه واحد في صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وواجب على كل مؤمن أن يعتقد مضمون هذه الوحدانية فيوحد الله عز وجل في أربوبيته فيعتقد أنه لا رب غيره وأنه لا خالق سواه هو الخالق وهو الرازق جل جلاله وهو الفعال لما يريد وهو الملك حقيقة ملك كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى وكل ملك سواه فإنما ملكه مجازي ملكه مؤقت والله جل جلاله هو مالك السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما وكذلك أعتقد وحدانيته جل جلاله في ألوهيته فلا معبود بحق غيره جل جلاله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله كل ما عبد سواه فهو معبود بباطل ثم يعتقد وحدانيته في أسمائه وصفاته ولو أن نسمن مشتركا بين الخالق جل جلاله وبين المخلوق فإنه يتميز بالصفة أو بالإضافة فإذا قيل فلان سميع بصير وإذا قيل الله سميع بصير علم بأن سمع فلان هذا إنما هو سمع محدود وبصر محدود أما الله جل جلاله فهو السميع بكل مسموع والبصير بكل مبصر الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فهو واحد في ذاته واحد في أسمائه وصفاته لا إله غيره ولا رب سواه ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوسل إلى الله عز وجل بوحدانيته في كثير من الدعاء فإننا نقول إذا أمسينا وإذا أصبحنا أصبحنا أو أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونقول أربع مرات اللهم إني أصبحت أو أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك رسوله وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نقول بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب عشر مرات قبل أن نكلم أحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأخبرنا أن من قالهن فكأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل وعلمنا كذلك أن نقول مئة مرة إذا أصبحنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأن من قالها كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة خطيئة وكانت له عجل عشر رقاب وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي ولم يأتي أحد مثل ما أتى به أو خير منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد إخوتي وأخواتي وحدانية الله عز وجل من أجل تقريرها أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب وخلق الجنة والنار فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصاب قبل ذلك ما أصاب فلا إله إلا الله هي جواز المرور إلى الجنة ولا إله إلا الله هي علامة حسن الخاتمة من قال لا إله إلا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هذه القضية الأولى في هذه الآية المباركة الله لا إله إلا هو وهي القضية التي ينبغي لنا أن نتعلمها وأن نعلمها الناس فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمناء ثم القضية الثانية له الأسماء الحسنى له لله جل جلاله وهذه فيها مسائل المسألة الأولى الله جل جلاله وصف أسماءه بأنه حسنى في أربعة مواضع من القرآن في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وثروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وفي خواتيم سورة الإسراء فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو قل ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى في خواتيم سورة الإسراء قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وهذا هو الموضع الثالث الذي في سورة طاها ثم آخرها في خواتيم سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى تأنيث الأكبر أسماء الله حسنى ما وجه وصفها بأنها حسنى أولا لأنها دالة على معاني حسنة عظيمة ثانيا لما ترتب على إحصائها من الثواب إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة ثالثا لأنها متعلقة بأشرف معلوم وهو الله جل جلاله وشرف العلم تبع لشرف المعلوم ثم رابعا لأن الله جل جلاله لا يدعى إلا بها لا يدعى الله سبحانه إلا بهذه الأسماء ثم المسألة الثانية إخوتي واخواتي ما معنى قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه الإلحاد هو الميل الإلحاد هو الميل والإلحاد في أسماء الله عز وجل متوعد فاعلوه بالعذاب الأليم فإن الله جل جلاله تهددهم بقوله سيجزيهم ما كانوا يعملون أو سيجزيهم ما كانوا يعملون فالإلحاد في أسماء الله عز وجل هو صور من هذه الصور تسمية الأصنام بها فإن الآلهة الباطلة التي كان يعبدها المشركون كانوا يشتقون لها من أسماء الله جل جلاله فسموا اللات اشتقاقا من الله والعزى اشتقاقا من العزيز ومناه اشتقاقا من المنان فهؤلاء قد ألحدوا في أسماء الله الصورة الثانية من صور الإلحاد جحد أسماء الله عز وجل لو أن إنسانا قال بأنه ليس من أسماء الله الرحمن مثل ما قال المشركون ما نعرف إلا رحمن اليمامة وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ثم صورة ثالثة من صور الإلحاد جحد المعاني والصفات التي دلت عليها هذه الأسماء كما قال المنحرفون من هذه الأمة هو حي بلا حياة قدير بلا قدرة عليم بلا علم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم صورة الرابعة من صور الإلحاد تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه ولم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد من سموا الله عز وجل علة فاعلة بالطبع ومن سموه واجب الوجود بذاته والآن من المعاصرين من يكتب بأن الله هو المهندس الأعظم للكون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فأسماء الله عز وجل توقيفية لا تسمي الله يا عبد الله إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإياك والإلحاد في أسماء الله ثالثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وإن الله وطر يحب الوطر قوله عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما لم يقصد به الحصر لم يقصد به أن الله جل جلال له تسعة وتسعون اسما وليس له أسماء سواها لا وإنما هو بمنزلة قولك إن عندي مئة درهم منزارني أعطيته إياها فليس معنى كلامك هذا ولله المثل الأعلى بأنه ليس لك مال سوى هذه المئة وإن هذه المئة جزء مما عندك فأنت تعد من أتاك زائرا بأن تبذلها له فلله تعالى تسعة وتسعون اسما من مفق إلى معرفتها فهو موعود بالجنة إن شاء الله لكن الله جل جلاله لو أسماء كثيرة يدل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كان يقول هذا الدعاء في سجوده عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني فها هنا في الحديث قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك فالله جل جلاله له أسماء لا يعلمها إلا هو المسألة الرابعة ما معنى قوله صلوات ربه وسلامه عليه من أحصاها دخل الجنة من أحصاها قال بعض أهل العلم المقصود من حفظها من حفظ تسعة وتسعين اسما فهو موعود بالجنة إن شاء الله واستدلوا على ذلك بقول ربنا جل جلاله أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه أي حفظه وضيعوه ثم المعنى الثاني أحصاه قالوا بمعنى العقل من أحصاها أي عقلها عقل معانيها وتعبد لله عز وجل بها من قول العربي فلان ذو حصاه أي ذو عقل ثم المعنى الثالث قالوا الإحصاء بمعنى الإطاقة من أحصاها أي من أطاقها من حفظها وعرف معانيها ودع الله عز وجل بها واعتقد حقيقتها واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام أي لن تطيقوا لن تستطيعوا أن تأتوا بكل أنواع الاستقابة استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فالمقصود بأن الإحصاء متضمن معنى الحفظ معنى الفهم معنى العمل من أحصاها دخل الجنة ثم المسألة الخامسة إخوتي وأخواتي اعلموا بأن أسماء الله الحسن ليست سواء بل بعضها أفضل من بعض مثلما مضى معنا بأن سور القرآن بعضها أفضل من بعض فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن والبقرة وآل عمران فيهما من الخصائص ما ليس في غيرهما اقرأوا البقرة وآل عمران اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما وكذلك نبي عليه الصلاة والسلام قال في المعوذتين لقد أنزل علي آيات ما تعوذ متعوذ بمثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس مع أن القرآن كله كلام الله إلا أنه كما قال المفسرون في قل هو الله أحد من الدلالة على أسماء الله عز وجل وصفاتهما ليس في تبة يدى أبي لهب ولذلك هذه السورة على وجازتها قل هو الله أحد في هسمان من أسماء الله الحسنى ما تكرر في غيرها قط اسم الله الأحد واسم الله الصمد هذا لا تجده في سورة أخرى من سور القرآن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السورة ثلاثا إذا أصبح مع المعوذتين وثلاثا إذا أمسى مع المعوذتين وكذلك كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بالإخلاص والمعوذتين ثلاثا ثم مسح بهما ما استطاع من جسده أرجع فأقول أسماء الله الحسنى تتفاضل يدل على ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن لله تعالى اسما أعظم إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب هذه المسألة السادسة فما هو اسم الله الأعظم ما هو اسم ما هو الاسم الأعظم اسم الله الأعظم إخوتي واخواتي أخفاه ربنا جل جلاله مثلما أخفى الصلاة الوسطى من بين الصلوات وأخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة من بين الساعات وأخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من بين الليالي فاسم الله الأعظم وردت فيه ثلاثة أحاديث حديث الأول حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فكان مما قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال عليه الصلاة والسلام لقد دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجب الحديث الثاني حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا رحمن الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم ثم الحديث الثالث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسم الله الأعظم في هذه السور الثلاثة البقرة وأهل عمران وطاهاء واسم الله الذي تكرر في هذه السور الثلاثة الحي القيوم في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وكذلك في سورة آل عمران في أولها وفي سورة طاها وعنت الوجوه للحي القيوم فلذلك نقول من مجموع هذه الأحاديث الثلاثة لو أن الإنسان دعا ربه جل جلاله فقال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بأن لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا رحمن الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم فهو إن شاء الله قد أصاب اسم الله الأعظم وكان ذلك دركا لحاجته ثم المسألة السابعة إخوتي أخواتي الحديث الذي راه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وإن الله وطر يحب الوطر وطرية ربنا جل جلاله أنه واحد في ذاته فلا شبيه له ولا ند ولا مثيل ولا نظير وهو كذلك واحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في أفعاله جل جلاله ولذلك لما حدثنا ربنا عن تعذيبه أعداءه وأهل معصيته قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد نسأل الله السلامة والعافية والكون كله زوج كما قال جل من قائل سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فالزوجية هذه سنة كونية ليس في الكون وطر إلا الله جل جلاله وإن الله وطر يحب الوطر ثم المسألة الثامنة قوله عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة الحديث إلى هذا الحد صحيح قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما لكن في رواية الترمذي رحمه الله سرد لهذه الأسماء التسعة والتسعين الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباصط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير إلى آخر هذه الأسماء وقد اتفق أهل الحديث على أن هذه رواية رواية الترمذي فيها إدراج إدراج من الوليد ابن مسلم وهو أحد غوات الحديث بمعنى أن تعداد هذه الأسماء ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو مدرج من كلام هذا الراوي رحمه الله فلذلك ما ينبغي التعويل عليها وقد اجتهد العلماء رحمهم الله في استنباط هذه الأسماء بعضهم كالحافظ ابن حجر رحمه الله قد اقتصر على استخراجها من القرآن من القرآن من آيات القرآن حتى أوصلها إلى تسعة وتسعين أسماء وبعض أهل العلم قد استنبطها من القرآن ومما ثبت في صحيح السنة فاستنبط من القرآن أسماء كالأعلى والأكرم وهي ليست مما في رواية الترمذي واستنبط من السنة كذلك أسماء كالمنان والبحس وما إلى ذلك ولكل وجهة هو موليها علماؤنا رحمه الله قد عنوا ببيان هذه الأسماء وألفوا فيها مؤلفات مستقلة فالإمام القرطبي رحمه الله ألف الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه الشيخ محمد من صالح رحمة الله عليه كذلك الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل الشيخ وائل النجدي ومحمود النجدي وغير هؤلاء قد عنوا بهذا المبحث العظيم الذي ينبغي أن تتوجه له عنايتنا لكنني أنبه على بعض هذه الأسماء في عجالة فأول هذه الأسماء وأعظمها الله يطلق ويأتي مرادا به المسمى مبتدأ ويخبر عنه بالأسماء الأخرى ولذلك لو سئل أحدنا من من هو الله من هو الله لا صح أن يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآيات وصح أن يقول إن الله فالق الحب والنواء يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وصح أن يقول إذا قيل له من هو الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالله هو الإسم الذي تضاف إليه سائر الأسماء مثل والله غفور الرحيم والله عليم حكيم والله عزيز حكيم وتنسب له الأسماء كما قال جل من قائل ولله الأسماء الحسنى وقال له الأسماء الحسنى ونحو ذلك أيضا من أسماء ربنا جل جلاله الآخر دليله هو الأول والآخر ومن أسمائه الأحد دليله قل هو الله أحد ومن أسمائه سبحانه الأعلى دليله سبح اسم ربك الأعلى كذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ومن أسمائه الأكرم دليله اقرأ وربك الأكرم ومن أسمائه سبحانه الإله وإلهكم إله واحد إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسلي ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما هو إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي قرر فيها ربنا جل جلاله في كتابه أن من أسمائه سبحانه الإله أيضا من أسمائه سبحانه الأول دليله هو الأول والآخر من أسمائه البارئ دليله هو الله الخالق البارئ المصور من أسمائه سبحانه الباطن في أوائل سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن من أسمائه البر إنه هو البر الرحيم من أسمائه البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إلى غير ذلك من آيات كثيرة في القرآن أيضا من أسمائه التواب دليله واتقوا الله إن الله تواب رحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وفي القرآن الكريم آيات كثيرة نستبين منها أن من أسمائه جل جلاله التواب أيضا من أسمائه سبحانه الجبار دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر من أسمائه وهذه ثبتت بالسنة الجميل في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال من أسمائه الحافظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وفي القراءة الأخرى فالله خير حظا ومن أسمائه الحسيب وكفى بالله حسيبا وابتلوا ليتاما حتى إذا بلعوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا فدفعوا إليهم أموالهم وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا إلى غير ذلك من الآيات من أسمائه جل جلاله كذلك الحفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ومن أسمائه سبحانه وتعالى كذلك الحكم وهذا الاسم ثبت في السنة الحديث في سنن أبي داود إن الله هو الحكم وإليه الحكم إن الله هو الحكم ولذلك تجد بعض الناس اسمه عبد الحكم ومن أسمائه جل جلاله الحكيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في أول سورة الحديد وهذا الاسم تكرر في القرآن مرارا من أسمائه الحليم والله أفور الحليم من أسمائه الحميد وهو الولي الحميد من أسمائه الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين من أسمائه كذلك الحيي الحيي من أسمائه الحي ومن أسمائه الحيي وهذا ثبت بالسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر هذا الحديث رواه أبو داود من أسمائه الحيي ومن أسمائه الستير ومن أسمائه أيضا الخالق هو الله الخالق البارئ المصور ومن أسمائه الخبير قال نبأني العليم الخبير ومن أسمائه الخلاق إن ربك هو الخلاق العليم ومن أسمائه الديان في السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد أو قال الناس عراتا غرلا بهما قال قلنا ما بهما يعني الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان حديث رواه الحاكم في المستدر ومن أسمائه جل جلاله كذلك الرب سلام قولا من رب الرحيم ومن أسمائه الرحمن وهذا الاسم قد تكرر في القرآن سبعا وخمسين مرة أو بداية من سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومن أسمائه الرحيم قد مضى الآية الآن ومن أسمائه الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومن أسمائه الرفيق وهذا قد ثبت بالسنة إن الله رفيق يحب الرفق ورواه البخاري ومسلم ومن أسمائه الرقيب وكان الله على كل شيء رقيبا ومن أسمائه الرؤوف إن ربكم لرؤوف الرحيم ومن أسمائه السبوح وهذا قد ثبت أيضا بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رواه مسلم ومن أسمائه السبتير وقد مر معنا ومن أسمائه السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ومن أسمائه السميع والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ومن أسمائه السيد وهذا قد ثبت في السنة السيد الله تبارك وتعالى رواه أبو داود ومن أسمائه الشافي دائما إذا مريض فإنه يرقي نفسه أو يرقيه غيره بالحديث الصحيح عند الشيخين البخاري ومسلم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك أو اشف أنت الشافي لا شافية إلا أنت ومن أسمائه الشاكر وكان الله شاكرا عليما والشكور إن ربنا لغفور شكور والشهيد أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد الصمد الله الصمد الطيب ففي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه مسلم ومن أسمائه الظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن ومن أسمائه العزيز سبح لهما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ومن أسمائه العظيم دليله ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ومن أسمائه جل جلاله العفو وإن الله العفور ومن أسمائه العليم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ومن أسمائه العلي والله الغني وأنتم الفقراء ومن أسمائه الفتاح قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ومن أسمائه القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت عرجلكم ومن أسمائه القاهر وهو القاهر فوق عباده ومن أسمائه القدوس يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ومن أسمائه القدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ومن أسمائه القريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ومن أسمائه القهار وبرزوا لله الواحد القهار ومن أسمائه القوي يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ومن أسمائه القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ومن أسمائه الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ومن أسمائه الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ومن أسمائه الكفيل ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالله كفيلا ومن أسمائه اللطيف ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومن أسمائه جل جلاله المبين يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ومن أسمائه المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ومن أسمائه المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ومن أسمائه المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومن أسمائه المجيب إن ربي قريب مجيب ومن أسمائه المجيد رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ومن أسمائه المحسن ثبت في سنن بن أبي عاصم إن الله محسن يحب المحسنين ومن أسمائه جل جلاله المحيط ألا إنه بكل شيء محيط المصور هو الله الخالق البارئ المصور المعطي والله معطي وأنا قاسم ومن أسمائه المقتدر وكان الله على كل شيء مقتدر ومن أسمائه المقدم الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنت المقدم وأنت المؤخر ومن أسمائه المقيت وكان الله على كل شيء مقيت ومن أسمائه الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك ومن أسمائه المليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومن أسمائه المنان في السنة اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان قد مضى معنا حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه من أسمائه جل جلاله كذلك المتكبر المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ومن أسمائه جل جلاله المؤخر وقد مر معنا الحديث من أسمائه المولى نعم المولى ونعم النصير من أسمائه المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن من أسمائه النصير وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من أسمائه الهادي وكفى بربك هادية ونصيرة من أسمائه الواحد وهو الواحد القهار الوارث وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الواسع ولله المشرق والمغرب فأينما توله فثم وجه الله إن الله واسع عليم ومن أسمائه الوتر إن الله وطر يحب الوتر قد مضى معنا في هذا الدرس ومن أسمائه الودود وهو الغفور الودود ومن أسمائه الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومن أسمائه الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى ومن أسمائه الوهاب ربنا لا تزق قلوبنا بعد يد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إخوتي واخواتي نبقى مع فاصل يسير أرجع بعده لاستقبال أسئلتكم فكونوا معنا فهما تفسيرا وبيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسين إبراهيم البدري يقول رجل مسافر قبيل الفجر هل يصلي الفجر أم يصلي بعد أن يسير قليلا لا دخول الوقت شرط وجوب وشرط صحة فلا يصح إقاع صلاة الفجر قبل دخول وقتها بل يتوكل على الله يسير وبعدما يسير قليلا يصلي أحمد يقول زوج أختي قطع علاقته مع أمي وأختي قالت إذا منعني زوجي أن أتواصل فسأقوم بطاعته فإن الله لن يحاسبني إن أطعته هل هذا صحيح؟ هو طبعا حق الزوجة حق الزوج مقدم على حق الأم فإن أول ما يسأل عنه الرجل يوم القيامة من الحقوق حق أمه وأول ما تسأل عنه المرأة من الحقوق حق زوجها لكن الزوج الذي يخاف الله عز وجل ما يأمر زوجته بقطع أرحامها بل يحثها على صلتهم ويهيئ له الأسباب لذلك سعيد يقول ما حكم قول علي الطلاق أو علي الحرام الحلف بالطلاق يمين الفساق الحلف بالطلاق والعتاق يمين الفساق وما ينبغي للمؤمن أن تجري على لساني مثل هذه الكلمات ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت علي يقول ما معنى قوله تعالى من شر غاسق إذا وقب الغاسق هو الليل وقب إذا دخل يعني الغاسق أول الليل إن هذا الليل قد غسقا واشتكيت الهم والأرقا فالغاسق هو أول الليل ووقب بمعنى دخل آآ عاطف يقول ما هو الفرق بين المشركين وأهل الكتاب المشركون هم من أشركوا مع الله عز وجل غيره وكانت ديانتهم ديانة وضعية لا أصل سماوية لها فيدخل في ذلك الهندوس عباد البقر والبوثيون عباد بوثة والزرادشتيون ويدخل في ذلك من كانوا يعبدون بعض الكواكب أو من كانوا يعبدون بعض الأشجار ومثلهم من كانوا يعبدون الأصنام فهؤلاء جميعا مشركون أما أهل الكتاب فهم صنف من المشركين لكن أصل ديانتهم سماوي اليهود والنصارى أصل دينهم سماوي لكن دخل فيه من التخليط والتغيير والزيادة والنقص ما جعلها ديانات شركية سألوا أن يقول هل الصيد في الأشهر الحرم حرام لا ليس حرام يا أخي ليس حراما وإنما صيد البر محرم في الحرم في الحرم المكي كذلك في الحرم المدني ونبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة وكذلك صيد البر حرام على من لبى بالنسك بالحج أو بالعمر حتى يتحلل أما صيد البحر فهو مباح للجميع في كل وقت وحين محمد يقول أن هناك صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أفضل صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ بأي صيغة ألفاظها مفهومة فلو قلت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هذه صلاة صحيحة مقبولة إن شاء الله وأفضل الصيغ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على نبيك محمد الإمام الرحمة وخاتم المرسلين ونحو ذلك نعم كيف الرد على من يقول لا يجوز أن نقول أنا فاطر لأن الفاطر هو الله وهل هناك إثم الشرعيون على من قالها أنا قد أجيب عنه بأن الأفضل بأن الأصحن يقول أنا مفطر أنا مفطر والمفطر من أفطر يفطر أما الفاطر من فطر والله جل جلاله فاطر السماوات والأرض لكن لا إشكال يمكن لإنسان كذلك أن يكون فاطرا فلو أنه فطر بئرا أو فطر أرضا بمعنى شقها فهو فاطر بهذا المعنى فهذا من الأسماء التي يشترك فيها الخالق والمخلوق لكن التميز يكون بالإضافة أو بالصفة نجلاء من الذي قتل الحسين رضي الله عنه ما سبب القتل قاتل الحسين هو شمر بن ذي جوشا لعنه الله والآمر بذلك هو ابن سمية زياد بن أبيه أو عبيد الله بن زياد بن أبيه عبيد الله بن زياد بن أبيه والحسين رضي الله عنه قد كاتبه أهل العراق بأن العامل يزيد على العراق الظهر منه الفسق كان الحسين رضي الله عنه يرى أن بيعة يزيد ليست بيعة شرعية حيث قد نال الخلافة وراثة عن شورا من المسلمين وخرج وأهل العراق ما قاموا بنصرته فقتل رضي الله عنه وأرضاه ونسأل الله سبحانه أن يعلي درجته في الجنة وهو سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن رضوان الله عليهما والحسين نتعبد الله عز وجل بحبه والثناء عليه ونعتقد يقينا أنه في الجنة ونتعبد الله عز وجل كذلك ببغض قاتليه وشانئيه ونسأل الله أن يجمعنا به في دار كرامته والحمد لله في البدء والختام وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان نحن 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 نح